في حديث الصحفة في هذه الصبيحة معي في بلاتو بحفوظ إدريس مدير وكالة الجزائر بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمل الأجراء كناس صباح الخير سيدي ومرحبا الموضوع وكتالي إجراءات جديدة مثل ما ازجئتم به لفائدة أرباب العمل المؤمنين لهم اجتماعيا ربما هي إجراءات جديدة في سنة 2020 لو تحدثنا عن هذه الإجراءات بتفصيل إذن أولا أشهركم على هذه الاستضافة هذه الإجراءات جاءت بمعية الوزارة الوصية وكذلك من طرف المدرية العامة للضمان الاجتماعي هي إجراءات تدخل في إطار إحداث تكنولوجيا جديدة في تسيير مختلف النشاطات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي خاصة فيما يخص أذكر على سبيل مثال للحصر إجراءات التحصيل وكذلك إجراءات يعني وين يقوم رب العمل عن طريق تصريح عن بعد خلال بوابة إلكترونية على مدار 24 ساعة 24 ساعة 7 أيام هذه الإجراءات ستخفف كثيرا من طوابير التي كانت معروفة سابقا على مستوى كل مراكز تابعة للضمان الاجتماعي وكذلك تحفز أرباب العمل وكذلك تحفز حتى المؤمنين لهم الولوج الولوج إلى هذه البوابة أو هذه الموقع بدون التنقل إلى هذه المراكز أذكر هناك بوابة الهناء وكذلك بوابة التحصيل بوابة الهناء تخص مختلف المؤمنين لهم اجتماعيا وفيها عدة مزايا من بين هذه المزايا هي طلب بطاقة الشفاء وهي حاجة جديدة في ضمان الاجتماعي وكذلك معرفة كل أداءات العينية عن طريق هذه البوابة كذلك يمكن استصدار سكونابيل يعني لا فيلياسون أو بطاقة أو بطاقة الامتساب الامتساب بدون تنقل أو عناء تنقل إلى المراكز هذا فيما يخص بطاقة الهناء فيما يخص البوابة الخاصة بالتحصيل وتتخص خاصة أرباب العمل إذن رب العمل يمكن له الولوج كذلك إلى هذه البوابة للتصريح عن بعد الأجراء التابعين له وكذلك يمكن أن يلقي نظرة عن كل الأجراء التي هل هما سيل أجوغ سيل أجوغ ولا هناك مشاكل يمكن تصحيحها عن طريق هذه البوابة كذلك رب العمل كان يستطيع يجي حتى المركز أو المقر لكي يدي ما يسمى الاتساسون الميزاجوغ الآن عن طريق هذه البوابة يمكن أن يتحصل عليها في نظرك هل هذه الإجراءات الجديدة ستتكيف مع متطلبات السوق ومتطلبات أيضا أرباب العمل والمؤمنين لهم بطبيعة الحال العالم يتغير هناك عصرنا كبيرة لابد علينا أن نتأقلم معها خاصة فيما يخص الضمان الاجتماعي لأن الضمان الاجتماعي مربوط مع كل المصالح سواء المصالح التجارية مصالح البنوك مصالح المؤسسات إذن لابد علينا أن نتأقلم مع كل هذه المصالح حتى تكون عدنا قفزة نوعية في كل المجالات خاصة في الوقوف مع هذا رب العمل باش يقدر يعني الأوراق تاعوا والملفات تكون محينا في ضرف وجيز طيب حتى أنه لأرباب العمل يحترمون موعد نهائية لدفع الاشتراكات هل ستكون تعامل يكون تعامل سلس عبر الموقع أحسن من أنه يتوجه إلى مثلا إلى أحد المكاتب لإكناس حقيقة في يعني في السنوات الماضية يعني أقول في السنوات الماضية فقط كانت طوابير ضخمة لأرباب العمل باش يقوموا بإداع الاشتراكات المتحهم السنوية لكن عن طريق هذه البوابة تصريح عن بعد يعني هذا نح بصفة نهائية هذه الطوابير وهذه قفزة نوعية في عصرات القطاع هذا من جهة من جهة أخرى رب المؤسسة في بعض الأحيان راهو في الخارج راهو يعني راهو في ولاية أخرى أو أيام يعني أيام الجمعة أو أيام السبت من تكون المكاتب مغلقة هو عن طريق فقط الانترنت يقدر وتح 24 ساعة 24 ساعة وهذا سهم كثيرا في تخلص من هذه البيروقراطية وكذلك كل أوراق البيروقراطية جميل خلينا نتحدث في نقطة مهمة هي بما يخص تحدثت عندها الآن قلت على بطاقة الشفاء بالنسبة للعمال الأجراء خلينا نتحدث على هذه الخاصية بالذات لأنه في بعض العوامل في بعض الأحيان يكون أنه هذه البطاقة تكون موقفة يجب إعادة تفعيلة كيف سيتم التعامل بالنسبة لهذه النقطة هل يتوجهون إلى المكاتب الخاصة لضمن الاجتماعي أم لا هل موقع سيوفر هذه الخدمة من أجل إعادة التفعيل هي أولا هناك عدة يعني كأن عدة أمور خاصة بطاقة الشفاء إذا ذكرت بطاقة الشفاء الخاصة للمتقاعدين يعني عندهم بطاقة الشفاء لتكون اكتفة أكثر من عشر سنوات في بعض الأحيان أما فيما يخص العمال العاديين المازالهم يزاول العمل تحهم أو الطلاب فهي كل سنة لازم تعود يعني سواء اكتيفي شك كل سنة علش باش تكون هناك مراقبة آنية مراقبة آنية يمكن إعادة يعني إعادة تفعيلها على مستوى كل مراكز هذا من جهة هناك كذلك دراسة على مستوى المدرية العامة خاصة على مستوى مدرية الإعلام الآلي بالتنسيق مع مدرية الأداءات من أجل تفعيل هذه البطاقة على مستوى الصيدليات وهذا المشروع يراه حاليا يدرس وإن شاء الله راح يشوف نظور قريب نقول في القريب إن شاء الله في القريب طيب خلينا نتحثوا على نقطة مهمة بالنسبة عدم الاشتراك من طرف أرباب العمل في التحصيلات خلينا نتحثوا على هذه النقطة كيف ستتفاعل كيف سيتعامل الضمان الاجتماعي مع هذه الفئة الذين لا يتوجهون بطبيعة الحال إلى المكاتب ولا يتوجهون إلى الموقع حتى يتم في إطار تسهيل وعصرانة القطاع ما زال هناك مكاتب على مستوى على مستوى الضمان الاجتماعي لتستقبل يعني المخارطين أو لتستقبل أرباب العمل الذين لم لم يتجهوا إلى يعني إلى الأنترنت أو إلى هذه البوابة ولكن العدد نتحهم ضائل جدا نعطيق فقط يعني من سنة 2017 إلى غاية نهاية 2019 أكثر من نقول أكثر من 90% يتوجهون لهذه البوابة وهو رقم يعني ضخم جدا بالمقارنة مع العدد البسيط اللي قعد يعني ما يتجوز 10% ما يتجوز 10% إذن هؤلاء يعني الصغار المؤسسات أو نقول لي عنده 2 عمال 3 عمال أما المؤسسات الكبرى نجوز العدد العمال تحى 10 مؤسسات فهم يتجهون كلهم يعني إلى البوابة هذه جميل البوابة هذه مفاعلة منذ هذه البوابة هي مفاعلة منذ أكثر من ثلث سنوات لكن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ سنة 2019 طيب هذه الإجراءات هل من شأنها ربما تكون عملية سهلة أم تكون مستعصية بالنسبة لأرباب العمل وحتى أيضا للمؤمنين لهم لأنه في الأخير تقعد أنترنات و نحن على ديالتين بأن العديد لا يفقف في هذا المجال على حساب علمي يعني على حساب علمي البداية كانت بداية نوعا ما محتشمة سنة 2017 لكن سنة 2018 2019 كانت العملية جد كبيرة حتى رأينا هناك إقابل كبير على هذه البوابة كانت هناك بعض النقاط التي كان لنبد علينا من إعادة النظر فيها من أجل تحسين أكثر وإعطاء أكثر نوعية لهذه البوابة ونقدر نقول لك يعني أن البوابة هذه نجحت 100% طيب نسبة التفاعل معها؟ نسبة التفاعل معها أكثر من 90% أكثر من 90% يعني هناك في إقبال كبير على هذه البوابة إيقبال كبير وهل يعني أحسستم أنه الوكالات الخاصة بالضمن الاجتماعي الضغط عليها قد خف مقارنة تنبيه سنوات الماضية في بداية الحصة هذه قلت كانت طوابير ضخمة يعني كانت طوابير كبيرة في الشارع الآن ما كانتش طوابير إن عدم طوابير بصيفة نهائية يعني حلل نتوجه مثلا في المستقبل القريب إلى حل هذه الوكالات وتوجه إلى في إطار عصرانة هذا القطاع بطبيعة الحال توجه إلى الوكالة عبر الأنترنت مثلا نقدر لحقه لما لا أو تقليص إن صح التعبير تقليص لا نقول حل صح التقليص دي جره موجود يعني ره موجود التقليص ولكن الكناص ما فيهاش فقط هذا التحصيل فقط بل هناك عدة عدة نشاطات أخرى وسنتوجه وسنتوجه وسنشتهد في إيجاد نشاطات أخرى من أجل إدراجها أيضا تحصيل أكثر للموارد المالية من أجل يعني من أجل خلق التوازنات الحقيقية للصناديق الضمان الاجتماعي جميل في السنوات الماضية شاهدنا أن الضمان الاجتماعي سواء كان كناص أو كازنوس لعمل أجراء أو غير أجراء كان تعاني من التحصيل هل اليوم يمكن القول أنه هذه الوكلتين في حذاتها قد حصلت بما فيه كيفية من الأموال حتى تضمن تقاعد للأشخاص سيدي الكناص نتكلم عن الكناص طبيعة الحال يعني نقوم بكل ما نستطيع من أجل تحصيل أكبر عدد أو أكبر مبلغ ممكن من طرف أرباب العمل لكن في بعض الأحيان في بعض الأحيان نلقاوا يعني في كل في كل ميادين نلقاوا يعني أرباب العمل لي يعرفوا الحقوق تحم ويعرفوا الواجبات تحم تجاه تجاه ضمان الاجتماعي لأنه رب العمل ليستخدم عامل وما يعني ما يدفعش لكوتيزاسون تعو بين قوسين رب عمل ظالم ظالم لهذا الأجير لهذا الأجير لأنه هذا حق الأجير وكذلك حق الأجيال يعني تعالى المستقبل وكذلك حق المتقاعد حق المتقاعد ويعني سيغراس لكوتيزاسون هدية للأجير هذا رح يخلص الدواتاع عن طريق بطاقة الشفاء وكذلك غراس على هد لكوتيزاسون هدية اللي نحن ندفع أموال للمستشفيات وكذلك نخلص كل المتعاقدين اللي معانا سواء العيادات الخاصة أو يعني الصيداليات وكذلك لكوتباق المتقاعدين هي قضية تقافة من جهة من جهة أخرى قضية تعصرنا التعقطاع والكناص يعمل بجهد من أجل هذه العصر حتى نلحق باش يكون لكوتيزاسون أصنبورصان جميل قلنا نتحدث أيضا هل واجهتم اليوم لحد ساعة ونحن في سنة 2020 من أرباب العمل الذين لا يدفعون أشتراكاتهم وكيف تتعامل معهم كل سنة هناك بعض من أرباب العمل لنقول متقاعسين أو لعندهم ظروف خاصة خاصة إذا قلت هذه السنة هناك عدة مؤسسات مرت بوضعية حارجة في دفع المستحقات إذن الكناص لابد عليه من النظر إلى إيجاد حلول أخرى إلى إيجاد حلول أخرى هناك قوانين رضعية قوانين يجب أن تطبق على أرض الوقع على هؤلاء المتقاعسين سواء عن طريق الإعدالات أو عن طريق الملاحقات إلى غير ذلك ونقدر نقول بالنسبة للسنة الماضية والسنة الحالية أو سنة 2019 هناك تقدم كثير في تحصيل المبالغ وتقدم وتحسن بين الحمد لله بالنسبة للسنة 2018 إلى غير سنة 2019 هناك تحصيل لفاق أكثر من 6% هناك سواء في ما يخص لكوتيزاسيون أو في التحصيل الجبري جميل سيد إدريس محفوظ ربما أثرت نقطة مهمة لأنه في بعض المؤسسات التي تعاني مشاكل إفلاس مشاكل عديدة وأزمة اقتصادية قد واجهت هذه المؤسسات اليوم من لم يدفع اشتراكاته اليوم هل ستفرض عليه عقوبات مستقبلا أم لا يقولون أنه كان يعيش مشاكل خليه في الاشتراكات تفتعو وما يعطيش أموال أخرى نظير تقاعسه مثل ما تحدثنا الآن هناك نوعين من أرباب العمل هناك رب العمل ليمر بمرحلة خاصة استثنائية وهو رب عمل كان يعني يمد يعني يمد الاشتراكات في وقتها المناسب إلى غير ذلك ولكن مر بمرحلة خاصة سواء مرحلة إفلاس أو ضرف خاص أموال أخرى توجهنا وندروا دراسات عميقة لأنه عن طريق هذه البوابة قدرنا نعرف يعني الكوتيزان يعني رب العمل اللي واضب على اللي كوتيزان سنتاعوا نتبعهم ليح واللي ما يواضبش يعني لسبب ما نحن نستدعي ويعني نستدعي باستدعاء ونقوم يعني ونقوم بمعرفة الأسباب هل هي أسباب يعني اقتصادية تخص أم أسباب يعني وراثية يمكن أن يكون إرث أو مشاكل داخلية عائلية في المؤسسة هذه أو تقاعس يعني فعلي تقاعس فعلي إذا كان تقاعس فعلي فهناك متابعات قانونية قانونية ونطبق القانون يعني بحذافره أما إذا كان هناك يعني ضرف خاص نحن نحاول أن يعني متابعة متابعة هذا المؤسسة ونساعدها عن طريق ديزشيانسي 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 حسب ما يمليه القانون في هذا المجال وعليش لخطر رب العامل ما نشوفهش كمؤسسة فقط بل سين باقتونار يعني سين باقتونار اللي نتعاونوا معاه من أجل أولا المؤسسة هذه نحافظوا عليها نحافظوا على العمال نتاعوا وكذلك من أجل يعني باش نجيبوا لهذه الاشتراكات حتى نحافظ على التوازنات المالية للصندوق جميل نروح الآن إلى المؤمنين لهم خاصة فيما يتعلق ببطاقات الشفاء تحدثت في بداية هذا الموعد وهذا العدد من حديث الصحافة وقلت بأن بطاقة الشفاء اليوم في دراسة أنها تتعامل مع المستشفيات تتعامل مع عيادات خاصة اليوم بدنا نعرف أن الجزائر الكل يتوجه إلى العيادات الخاصة عيوان المستشفيات كم بلغ عدد نسبة إدماج هذه البطاقة مع العيادات الخاصة الأرقام الحقيقية ليست بحوزتي لكن ما يمكن أن أقوله في هذا المجال أن مختلف العيادات المتعاقدة مع الضبال الاجتماعي على سبيل المثال العيادات تاع بص الكلا وكذلك العيادات تاع أمراض القلب وكذلك النقل وكذلك مختلف الصيادة المتعاقدين معنا فنسبة هائلة ولكن لا تخص كل الأمراض قلت أمراض الكلاة وكذلك أمراض القلب ولكن أنا على علم أن هناك دراسات هناك دراسات مستقبلية بين قوسين لست على دراسات ليست لدي معلومات شاملة ولكن الكناس حسنا أننا نحصل إلى صوشايا وقد أحب أن نلحق لكل الأمراض أن نعاون خاصة الفئات الهشرة الضعيفة لأننا حبنا نخلق هذا يعني اللي يريد بالتنسيق بالتعاون مع المستشفيات أن يكيليبر سوسيال في المجتمع التعالي ما هي الأمراض التي ربما ستدرج مستقبلا مع بطاقة الشفاء هل هي أمراض مزمنة فقط أو حتى أمراض أخرى لأنه في البلد المتقدمة شاهدنا أن في أمراض أخرى يعتمدون على بطاقة الشفاء مثلا فرنسا كارت فيتال يعتمدون عليها قلت حاليا هناك دراسات على علمي أنه هناك على المستوى الجنوب لأنه في الجنوب كان هناك نقص نوعا ما نقص بالتغطية الصحية إذن الكناص بالتعاون مع المستشفيات ومع العيادات الخاصة يأخذون بعين الاعتبار يعني في تعاقدات فيما يخص الولادة فيما يخص الولادة والولادة قلت هناك دراسات أخرى لكن لم ترى النور حاليا طيب الكناص اليوم بحلتها الجديدة إن صح التعبير ببوابة إلكترونية جديدة بقطاع عصري ومعصرا جديد ربما لمحال سيحل عديد من المشاكل فيما يخص الاشتراكات وأيضا المؤمنين لهم حتى يرون بأعينهم ماذا يحدث لهم مع أرباب أعمالهم ما مستقبل الكناص اليوم؟ هل تطمح الكناص إلى حلة جديدة إن صح التعبير مثل ما نقوله بالفرنسية 3.0؟ الكناص دائما في تقدم الكناص دائما في العصرانها الكناص دائما تريد أن تؤدي الأحسن والجيد وأنا متأكد وجد متأكد أنه ستكون هناك مفاجآت كبيرة وكثيرة في المستقبل القريب نعطيك على سبيل المثال مشروع تاع الأرشيف الإلكتروني الخاص بالبطاقة بطاقة المريض لمشروع جد طموح علىه باش المريض انتعنا هذا نشوفه على مستوى كل ولاية نكون جريزيد نسكن في ألجي نقدر نداوي في ولاية أخرى بدون طلب الملف رح يكون طلب إلكتروني موش طلب يعني يعني الملف يكون مدرش في الفطاقة مفتوق إلكتروني دونك الكناص رحي في تحول مستمر في تحول مستمر مستمر نحو الأحسن ونحو الجيد نحو الجيد وأنا متأكد أنه هناك ستكون يعني كثير من المفاجآت إن شاء الله جزيلا شكر لك سيد محفوظ ديدريس مدير وكالة الجزائر بسندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال أجراء الكناص قد ضي في صباحة اليوم جزيلا شكر لكم إلا المتابعين الكرام إلى هنا نصل أياكم إلى أختمي هذا العدد من برنامج حديث الصحافة الصباحي شكرا عليكم